نظم نادي الفروسية الرياضي حفل استقبال للبطل العالمي علي الخرافي الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا وأقيم الحفل في مركز الكويت للفروسية بحضور محبي رياضة الفروسية بصفة عامة وفروسية القفز على الحواجز بصفة خاصة علي الخرافي حقق ميدالية الذهبية بعد مرور سنة من تأسيس النادي هذا بالبداية هذه رح تكون لنا بداية طيبة ورح يصير دعم علينا ورح يصير ضغوط علينا بحكم أننا حصلنا ميدالية الذهبية فلازم نستمر فيها في هذا المستوى وأعلى حصول ميدالية الذهبية كان أكبر فخر لي وكل فارس كويتي اليوم وحصولنا على هذا الانجاز هذا باسم دولة الكويت من بعد فترة يعني انقطاع عن آسيا في أكثر من عشرين سنة لأن أنا كنت فارس الكويتي الوحيد المؤهل لبطولة العالم من دولة الكويت اللي قامت في شهر تسعة فكان الفترة ما بين بطولة آسيا وبطولة العالم ثلاث أسابيع فكان من الصعب أن الحصان يدخل على محجر بشهر قبل المشاركة في بطولة كلنا فخر بالانجاز اللي حقق علي الأخرافي في فروسية قبز الحواجز وقصر المدة اللي صار فيها الاعتراف أو رفع الإيقاف على الكويت يعني ما كان فيه استعداد ونأمل إن شاء الله من هيئة الشباب الرياضة في برئاسة الأخ العزيز حمود فليطح إن شاء الله لرده بالسلامة من رحلة العلاج والأخ العزيز كذلك سقر الملة اللي صراحة يعني قدموا لنا الامكانيات يعني المحدودة بالبداية لكن إن شاء الله وبعدونا فيه أمور أفضل وأكثر إن شاء الله استعدادنا لأولمبياد توكيو اليوم إحنا متواجدين في مركز الكويت الفروسية للاحتفال بفوز أخونا الفارس علي الأخرافي بعد الإنجاز الكبير اللي حققه في بطولة أسياد آسيا اشتركوا في القناة